اشتركوا في القناة طبعا نبارك لكم في هذا اليوم اليوم الاول من شهر الحجة المحرم نبارك لكم ذكرى زواج النورين امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها طبعا وكما تعلمون هذه المناسبة السعيدة والعزيزة على قلوبنا اللي هي زواج امير المؤمنين سلام الله عليه فيها الكثير من الجوانب التي يمكن ان نتحدث عنها حقيقة ولو في بضع دقائق حقيقة في هذا المشروع المبارك زواج امير المؤمنين من الزهراء هناك جوانب تتكلم ممكن ان نتكلم فيها عن العلاقة الزوجية التي حصلت ونظمت ما بين امير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها هناك جوانب يمكن ان نتحدث عنها بخصوص الجهاز الذي جهزه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لفاطمة الزهراء والآثاث التي جهزها الى امنا فاطمة سلام الله عليها كذلك يمكن ان نتحدث في جانب من جوانب تقسيم العمل في داخل الاسرة وكيف ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشاطر العمل في داخل البيت مع الزهراء وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث جعل كل ما خلف الدار يتكفل به امير المؤمنين وما هو داخل الدار يتكفل به تتكفل به الزهراء سلام الله عليها جوانب كثيرة في هذا الموضوع اللي هو زواج امير المؤمنين من الزهراء هناك جوانب كثيرة جدا نتحدث عنها ولكن حقيقة احب ان اركز على نقطة مهمة جدا في مسألة زواج امير المؤمنين سلام الله عليه من الزهراء ألا وهو موضوع المهر طبعا الكل يعلم ان مهر الزهراء يعبر عنه بمهر السنة الشريفة وعندما تقدم امير المؤمنين للزهراء سلام الله عليها سأله رسول الله صلى الله عليه وآله قال ماذا تملك يا علي قال املك هذا سيفي وهذا درعي يا رسول الله قل شما عنده سوى السيف والدرع قال اما سيفك فلابد لك منه تقاتل به في المعركة وغيرها اما بالنسبة الى درعك فلا تحتاج اليه ما تحتاج الى الدرع لانك لست بمن يهرب حتى يضعه على ظهره ولست ممن يجبن حتى يضعه على صدره ما تحتاج الى الدرع بيع هذا الدرع واجعله مهرا الى الزهراء سلام الله عليها فذهب امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه وباع هذا الدرع اللي هو درع امير المؤمنين سلام الله عليه طبعا ماذا تتوقعون كم كان مبلغ هذا الدرع المبارك قرابته 480 درهم او 500 درهم في رواية مبلغ جدا بسيط بحيث استطاع به ان يشتري بعض الامور فيه التي يجهز بها جهاز الزهراء سلام الله عليها اذا عبارة عن مبلغ بسيط والذي احب ان اركز عليه ايضا ان مهر الزهراء سلام الله عليها سمي بمهر السنة المباركة ليستحب ان يكون مهر المرأة هو بهذا المقدار اللي هو مهر السنة وكما تعلمون ايضا اعزائي ان الروايات الشريفة الوارد عن اهل البيت والوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان اكثر من بركة المرأة من بركة المرأة هو قلة مهرها من بركة المرأة قلة مهرها بل ورد في الروايات الشريفة ان من شؤم المرأة نعوذ بالله من ذلك من شؤم المرأة عقم رحمها وغلاء مهرها لذلك لو نأتي إلى مسح أو أطلاله على المهور التي كانت سائدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف؟ ماذا تتوقعون؟ كيف كانت؟ ألي عبارة عن أموال؟ عن مبالغ؟ لا لم تكنها كذا عزيزي بل في روايات كثيرة وردت عن أهل البيت صلى الله وسلم عليهم واحدة تقول أن النساء كان يزوجنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القبضة من التمن أو البر قبضة من التمن أو كانت المرأة تزوج على سورة من القرآن الكريم حسنا عندما نأتي نحن نتصور أن المهور عبارة عن أموال تدفع إلى الزوجة أو إلى أب الزوجة أموال أموال الأمر ليس هكذا عزيزي قد يكون مال وقد يكون منفع وقد يكون حق وقد يكون بالذم وقد يكون تعليم شيء من القرآن الكريم تعالوا معي إلى القرآن الكريم عندما نقرأ القرآن الكريم قال أني أريد أن أنكحك شعيب لإحدى بناته لموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال أني أريد أن أنكحك إحدى بنتي غاتين على أن تأجرني ثمان حجج على أن تأجرني تأجرني يعني تشتغل عندي تشتغل عندي يعني تعطيني منفعة بدنك تعطيني منفعة بدنك يعني هذه البنت مهرها ليس مال وليس حق من الحقوق وليس شيء وإنما هو عبارة عن منفعة نؤجر نأخذ منافعك لمدة ثمان سنين فإن أسممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشقع لك لذلك المهور التي كانت سائدة في زمان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانت مهور في غاية البساطة عزائي في غاية البساطة لذلك أهل البيت سلام الله عليهم يصفون المهور في ذلك الزمان ضمن روايات كثيرة وواحدة من تلك الروايات هو مهر أمنا الزهراء سلام الله عليها لذلك عزائي عندما تأتي وتسأل عن أهم سبب من أسباب أن الشباب قد يعرضون عن موضوع الزواج ما هو السبب؟ تسأل الشاب تقوله لماذا تعرض عن موضوع الزواج؟ يقول لك والله تكاليف هذا السؤال الأول يقول لك والله تكاليف طيب لماذا هذه التكاليف؟ ما هو سبب في ذلك؟ السبب هو يريدون أن يتاجروا ببضع المرأة وهذا نعوذ بالله هذا من شؤم المرأة من شؤم المرأة زيادة مهرها لذلك نحن عندما نمر بهذه الذكرى المباركة ونحاول أن نتعطر بعطر علي وفاطمة صلوات الله وسلام عليهم نتعلم هذه السنة الكريمة المباركة لذلك يا عزائي عندما نأتي إلى الرسائل العملية رسائل العلماء يذكرون مهر السنة قال ويستحب أن يكون بمقدار مهر السنة يستحب في المهر أن يكون بمقدار مهر السنة لاحظوا؟ لذلك إحياء هذه السنة المباركة في غاية الأهمية إحياء هذه السنة المباركة في غاية الأهمية بعض العوائل يعتبرونه المهر كفن بعض العوائل يعتبرونه نسخة من كتاب الله العزيز طبعا هو عبارة عن هدية معنوية من يقول نسخة من كتاب الله العزيز هدية معنوية بعض العوائل يعتبرونه حجة لبيت الله الحرام لا أبعث بذلك وإن كان طبعا مبلغ الحجة أكثر بكثير من مهر الزهراء سلام الله عليها طبعا الآن لو أريد نحدد بالضبط مهر الزهراء يعني تقريبا يصير بالمليون ونوص أو مليونين هيش تقريبا بهذا المقدار باختلاف سعر العملة اللي هو بالسوق لذلك مبلغ المليونين الآن بالنسبة إلى الشاب ليس بالصعب مو مثل العشر ملايين والعشرين مليون اللي ممكن أن يطالب بها أهل الزوجة لذلك أعزائي هذه السنة العظيمة التي نستفيدها من هذه الذكرى العطرة ذكرى ولادة النور من النور أمير المؤمنين من الزهراء صلوات الله وسلام عليهم ونستفيد هذه السنة المباركة اللي هي عدم غلاء المهور أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم ويزيننا بالحلم ويجعلنا من المستنين والمتأسين بهذه السنة المباركة وأن يوفقنا وإياكم لكل خير بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر